موسيقى مجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن صادق التهاني بهذه المناسبة متمنيا لجلالته منفور الصحة والعافية ومديد العمر ولشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى ملك المملكة المغربية الشقيقة صاحب الجلالة محمد السادس أنه فيها بذكر استقلال بلاده وعبر فخامة الرئيس في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن حر التهاني وعطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة الوطنية متمنيا لهم مفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة المغرب الشقيق التقدم والازدهار ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن صالح العامري ورئيس عمليات المنطقة العميد الركن عبد الرحمن الشراجي المستجدات في إطار انتشار الوحدات العسكرية للمنطقة وطلع نائب الرئيس في اللقاء على تقارير حول جبهات صرواح وهيلان وغيرها من الجبهات التي تتمركز فيها قوات المنطقة مشيدا بتضحيات اليسيمة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني في سبيل تحرير اليمن وحماية أبنائه وتحقيق الأمن والسلام في كل أرجاءه كما ثمن نائب رئيس الجمهورية التضحيات التي بدلها الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم المحوري في دعم الشرعية ورفض الانقلاب وصون الهوية اليمنية من الاستهداف الإيراني أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية بالجرحى عموما والمقعدين منهم خصوصا نتيجة اعتداءات ميليشيات الانقلاب على أبناء الشعب اليمني وتعذيب الحثيين للأسرى في السجون ومعاقية الحرب جاء ذلك خلال لقائه بممثلين عن رابطة الأمل لرعاية المقعدين للإطلاع على بعض أنشطتها وأدوارها في الاهتمام بشؤون المعاقين المقعدين واستمع نائب الرئيس في اللقاء إلى هموم الجرحى المقعدين وأوضاعهم حضر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اللقاء الموسع لعلماء ودعاة خطباء العاصمة المؤقتة عدن المنعقد برعاية فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية وتنظيم وزارة الأوقاف والإرشاد وكرس اللقاء بحضور القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالم ربيع لمناقشة دور العلماء والدعاة والخطباء في مواجهة الغلو والتطرف والتصدي لمواجهة الانحراف الفكري لعناصر الإرهاب الضالة شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على ضرورة سرعة تنفيذ المشاريع الخدمية التي وجهت الحكومة باعتمادها لتخفيف معاناة المواطنين وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقده بقاعة الاتحادية مع عضاء السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن أن الحكومة تحسنت مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة بتنفيذ مشاريع في الكهرباء والطرقات والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والاتصالات والنظافة وستواصل جهودها وبما يلبي تطلعات المواطنين واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين ووكلاء المحافظة ومدراء المؤسسات الخدمية عن مستوى الخدمات في مختلف القطاعات وسير العمل في المؤسسات ومدر إنجاز المشاريع المنفذة كما اطلع رئيس الوزراء على الدراسات والخطط المستقبلية لتنفيذ عدد من المشاريع في خدمة الكهرباء وتحويل المحطات التي تعمل بالديزل والمازوت إلى غاز وإمكانية الاستغناء عن الطاقة المشترات التي تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية أشهد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالمواقف الوطنية المشهودة التي قدمها أبناء وقبائل الصبيحة بمحافظة الأحج الذين سطروا مواقف تاريخية شجاعة ضد مؤامرات الإنقلاب المختلفة ومن يقف معهم جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الموقتة عدن قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء الركن فضل حسن والذي ناقش معه جملة من المواضيع العسكرية والأمنية والمستجدات العسكرية والميدانية في جبهات القتال الواقعة تحت نطاق مسؤولية المنطقة العسكرية الرابعة وما يسطره أبطال الجيش وأبناء وقبائل الصبيحة من ملاحمة بطولية تاريخية بدعم سخي من الأشقاء في دول التحالف العربي إلى تعز فقد شهدت جبهة مقبنة مواجهات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الإنقلابية تركزت في مناطق القحيفة والنبيع وجواعة والمضابي وجبل العفيرة عقب محاصرة الميليشيات ومحاولة اقتحام عزلة القحيفة التي تزامنت مع عمليات تسلل إلى تحصينات الجيش الوطني في جواعة والمضابي وجبال العفيرة وتم تصدي لها وأفشل الجيش الوطني بعد معارك ضارية استمرت نحو عشر ساعات محاولة الميليشيات اقتحام عزلة القحيفة وأجبرت تعناصرها على الفرار وأسفرت المعارك عن سقوط أكثر من سبعة قتلى وثلاثة عشر جريحا في صفوف الميليشيات في الخبر الأخير قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني حررت نقيل بن غيلان في مديريتهم وأضاف المصدر أن جبهات القتال تشهد انهيارا متسارع لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جميع محاور وجبهاتهم وأفادت المصادر أن قوات الجيش الوطني بدأت في ضرب أهداف ومواقع عسكرية تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في نقيل بن غيلان الاستراتيجي الواقع على الطرف الشمالي الشرقي لصنعاء والمحاذية لمديرية بني حشيش حيث تمكنت قوات الشرعية من تدمير مخزن أسلحة للميليشيات نهاية المجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر